السيد المالكي ماذا نرى تجربته في السلطة أو في الحكومة؟ سأجيلك تجربة الشخصية مع السيد المالكي نحن بالمحافظة كانت تأتي لنا موازنة حول البيتين مليار دينار كنت أصرف 500 مليار دينار من ينتج الفرق من الراجعة من المحافظات من انطانية من السيد المالكي كان داعم هذه شهادة لله ليش داعم السبب؟ لأنه كان يشوفك عامل حقيقي يعني كان يقدر مرات مثلا فترة المظاهرات الاعتصامات اللي صارت في الأنبار كان يصير علي ضغط يعني كان التيار والجو كلها ضد سيد المالك كلها من يقولوا لي ليش أقول لهم يا جمهة الخير أنا مفيديهم طلابت منه شيء وقال لي لا للمحافظة للمحافظة نعم مولية بدلا ما يعني غيري مع المكون مع غير محافظة مع كذا أحكي لك معلومة أنا عايشة أنا عندي أول سنة جربت اتجاوزت على الموازنة خلصتها كلها نتذري قبرنا كانوا يراجعوها ورحت عليها قلت لهم طلابة طبعا إذا ماين طيني لازم أدفعها من السنة الوراها فهو انطاك طاني أول تجربة 65 مليار كانت شوية تردد شلون محضر لي قلت له هيت وهيت وهيت لكن السائد كان أنه يتعامل مع المحافظات الغربية بشكل وبنفس مختلف بشكل طائفي لا وياي أبداً كان يقدر هو تشوفها هو كان يقدر يقول لي أنت خليت حصتك وخلت موازنتك لماذا أنطيك مال غاية؟ يعني بسهولة كان يقدر يصدني متى ما صدني وبالسنة الثانية أنا وردت أنا خلت 65 السنة الثانية خلت 300 فوق الموازنة يعني 150 بالمئة وما قال شي كل مرة أروح إلى 100 مليار 50 مليار 70 مليار جمعت بالسنة الثانية 300 مليار فوق الموازنة